اشتركوا في القناة احمر المقابلة بالتشكيلة الاحسياطية لإعطاء الفرصة لللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهات كثيرة رفق سالفريق هذا الموسم حيث حسم الوذاد الرياضي لقب الدور المغربي قبل سالة جوالس من نهاية البطولة الوطنية في المقابل سعد هذه المواجهة لنادي اتحاة طانجا فرصة كبيرة للخروج بنتيجة ايجابية حيث سيضمن بشكل كبير بقاءه في القسم الوطني الاول بالموسم الكراوي الحالي ومن المتوقع ان يدخل النادي الاحمر المقابلة تحت قيادة المدري فوز البنزارسي بالتشكيلة التالية في حراسة المرمى عيسى السيودي في الدفاع الاعتماد على محمد رحم وأمين فرحان في محور الدفاع واشرق بدر الدين كدارين وحمزة اتعلال على مستوى الاطراف كجناحي دفاع في الوسط الاعتماد على سوفيان كركش وعبدالله حيمود بالاضافة لانسترغاز على مستوى خط وسط ميدان النادي الاحمر في الهجوم الاعتماد على زهر المسارج والمهاجم بديع اوك على مستوى الاجنحة واشرق منصف شراش في قلب هجوم الوداد الرياضي وسوق مبارس الوداد الرياضي وضيفه نادي اتحاد طنجا يوم الاحد انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا على ارض اسم ركب محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك برسم جولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية للاشارة المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية